موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في نشرة اخبار العشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي ابرز عنوينها جلالة السلطان المعظم حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا بتعديل بعض احكام قانون تمريم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به موسيقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يقول ان هناك زخما دوليا لحل قضية سوريا والشرق الاوسط موسيقى موسيقى روسيا تشكك في قدرة جينيف 2 على جمع اطياف المعارضة السورية وخبراء دوليون يباشرون في دمشق مهمة التخلص من الاسلحة الكيميائية موسيقى الى التفاصيل اصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعام مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي لصه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم 47 على 2013 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 على 96 وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 على 2004 وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 على 2007 بانشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58 على 2009 وعلى المرسوم السلطاني رقم 32 على 2012 باسناد بعض الاختصاصات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشاري إليه المادة الثانية يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر في الخامس والعشرين منذ القعدة سنة 1434 هجرية الموافق الأول من أكتوبر لسنة 2013 ميلادية قابوس بن سعيد سلطان عمان بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الفا كوندي رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكر استقلال بلاده أعرب جلالته من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم بيانا حول ما شهدته مدارس السلطنة في مختلف المحافظات اليوم من انقطاعات بعض المعلمين عن أداء عملهم داخل الصفوف الدراسية سعيا منهم لتوضيح بعض الموضوعات والرؤى المطروحة من قبلهم وحث الوزارة بالرد عليها وأكدت الوزارة في بيانها على أن كافة الموضوعات التي عرضها المعلمون تم مناقشتها سابقا عند الالتقاء معهم من خلال الزيارات التي قام بها المسؤولون للمحافظات أو من خلال الخطط الإعلامية التي نفذتها الوزارة أو من خلال الندوات والملتقيات التي عقدت خلال الأعوام الماضية موضحة أن معظم الموضوعات التي طرحتها الهيئة التدريسية والإدارية قد تم الأخذ بها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كما أن بعضها في طور التنفيذ وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة وأوكلت الوزارة للمعلمين مسؤولية تربية النشأة التربية السليمة غارسين في نفوسهم القيم والمبادئ والأخلاق العالية مع المحافظة على الهوية العمانية إلى جانب الاهتمام بتعزيز جوانب الابتكار والإيجادة لديهم وإكسابهم العديد من المهارات اللازمة كالاكتشاف وحل المشكلات بالطرق العلمية والنقد الإيجابي وريادة الأعمال وغرس مبادئ التواصل مع الثقافات الأخرى والتعامل مع البيئة بإيجابية وكلها جوانب تحتاج من المعلم أن يكثف جهوده ويبذل مساعيه لإيجاد جيل قادر على تحمل مسؤوليات بناء وطنه وسعت الوزارة على الوقوف مع المعلمين ومساعدتهم على تدليل الكافة الصعوبات التي تواجههم مهما كانت وتوفير الجو المناسب والملائم والفرص التعليمية والبيئة المناسبة لهؤلاء المعلمين هذا وأكدت معالي الدكتورة مديحة بن تحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم أكدت الانتهام من المستودة الأولى لقانون التعليم ومباشرة إجراءات إنشاء أكاديمية للمعلمين مؤكدة أنه ستتم ترقيات المستحقين من المعلمين في الأول من يناير عام 2014 كما أعلنت معالي الدكتورة عن تخصيص 90 مليون ريال عماني لإضافة مرافق للمدارس في السلطنة جاء ذلك في مقابلة لمعاليها مساء اليوم في برنامج من عمان القانون تطرق إلى جوانب عديدة تطرق إلى المراحل التعليمية المختلفة إلى البرامج التعليمية المختلفة التي هي التربية الخاصة ومحول أمية المراحل التعليمية أقصد بها التعليم الأساسي والتعليم بعد الأساسي تطرق إلى البيئة المدرسية تطرق إلى المناهج والتقويم تطرق إلى معايير المعلم المعايير المهنية والإنماء المهني للمعلم وتطرق إلى ربما واجبات وحقوق المعلم فيما يخص التسلسل الوظيفي للمعلم نؤمن أن مهنة التدريس مثل المهنة الأخرى لا بد من إيجاد نظام يتمكن المعلم من خلال هذا النظام أنه يتدرج في السلم الوظيفي ولا بد من وجود نظام لتحفيز المعلم ونظام محاسبية وتحفيز تم مضاعفة المخصصات أو الموازنة المعتمدة للإنماء المهني إلى ثلاثة أضعاف هذا الكلام طبعا منذ عامين الوزارة انتهت من إعداد دراسة مع بيت خبرة بدأت الوزارة في إعداد هذه الدراسة تقريبا منذ ثلاث سنوات وهي دراسة حول إمكانية إنشاء أكاديمية للمعلمين تتولى كافة الجوانب التدريبية المرتبطة بالمعلم من خلال برامج معتمدة نتحدث عن برامج معتمدة وفي بعض البرامج فيها نوع من الارتباط الأكاديمي مع جميعات أخرى وأيضا يكون في نوع من الشهادات التي تمنح وهذه الشهادات معترفة فيها عالميا نرغب في وضع حد أدنى للأنصبة وحد أقصى وأيضا حد أدنى لحصص الاحتياط وحد أقصى بالتالي يكون فيه عدالة في توزيع هذه الحصص لأن بعض المعلمين يشعرون بأن أنا عندي حصص الاحتياط كثيرة لكن أيضا لا ننسى أنه كمعلمين أيضا هذا دورنا إحنا كنا معلمين وكنا نقوم بحصص الاحتياط في الحد المعقول وبالتالي إذا أطرت هذه العملية أعتقد أن الأمور تكون أوضح وإحنا نتوقع من خلال قانون التعليم هذه الجوانب كلها تم اعتماد مبالغ حاليا تقريبا عندنا في حدود في الخطة الخمسية الحالية في حدود 6 ملايين لإنشاء يمكن 300 وحدة سكنية خاصة في المناطق البعيدة مثل الوسطى والمزيونة الخطة الخمسية القادمة نأمل أنه 40 مليون لإنشاء السكن أكد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن هناك زخما دوليا للوصول إلى حل للأزمة السورية معربا عن أمله في ناقادي مؤتمر الجينيف 2 بكل تأكيد هناك زخما يشترك في الجميع لإيجاد وسائل وطرق لحل كل المشكلات الدليل الأكبر على ذلك هو توافق مجلس الأمن بعد أكثر من ثلاث سنوات على موقف واحد وهو بداية مشقعة جدا وهو ما يختص بالأسلحة الكيمائية السورية الذي كان يعتقد أنه أصاب عقدة في المشكلة السورية ولكن هذا اتقاه الآن اتقاه أعتقد فيه ظهرت الحكمة ونأمل إن شاء الله أن يتابع هذا المسعى وأن يُعقد مؤتمر جينيف رقم الثانيين وأن يشعروا الإخوة السوريين بأن لهم لا ساحة يعملوا فيها من خالة للحوار وتضميد القراح والعودة بالشعب السوري إلى مستقبل أفضل وأشار مع ليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن الوقت قد حان لتحقيق انفراجة في أزمات الشرق الأوسط لقد قاء الوقت الذي فيه انفراج لقضايا الشرق الأوسط نحن كنا باستمرار ندعو إلى تخفيف المعاناة والأثمانة التي يمكن أن تدفع نتيجة لمنظور القصير الأقل ولك على كل حال لكل شيء نهاية فإن شاء الله معاناة شعوب الشرق الأوسط هذه بداية النهاية ورسالتنا في أن البديل كل شيء بديل البديل هو دول متطورة متقدمة وتعطي قهدا للجيل الجديد وهو جيل الشباب في مجالات العلوم والثقافة والتكنولوجيا والمعرفة هذا هو مستقبل أي شعب يريد أن يعيش في أمن واستقرار عبرت روسيا عن تشككها في قدرة الدول الغربية على إقناع ممثلي المعارضة السورية بحضور مؤتمر جينيف منتصف نوبمبر المقبل وشدد وزير الخارجية روسي سيرجي لابروف خلال تصريح له على ضرورة وسرعة ناقاد المؤتمر لمنع ما أسماهم بالمتشددين بالسيطرة على المواقع الحكومية الأخرى مشيرا إلى أن هدف بلادهم من يقامة هذا المؤتمر هو وقف نزيف الدم والوصول إلى حل سلمي بين الحكومة والمعارضة ويأتي تصريح اللافروف بعد ما قاله المبعوث الدولي لسوريا الأخضر آل إبراهيمي إن التاريخ المحدد لعقد مؤتمر جينيف ليس مؤكدا مشيرا إلى انقساب قوات المعارضة في الوقت نفسه إلى ذلك بدأ خبراء دوليون في دمشق أولى الخطوات لعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية سوريا وتأتي هذه الخطوة التي يقوم بها قرابة عشرين خبيرا من منظمة الأسلحة الكيميائية في إطار اتفاق أمريكي روسي يقوم بمجبه الخبراء بزيارة المواقع خلال ثلاثين يوما وإعداد تقرير شامل عن حجم الترسان الكيميائية لسوريا بنهاية أكتوبر الحالي عودة الأطفال السوريين إلى مقاعد الدراسة أعطت مؤشرات على وجود بارقة أمل لتحسن الأوضاع في بعض المناطق السورية وأحصت منظمة اليونسيف ما نسبته أربعون بالمئة من أطفال سوريا خارج مدارسهم وذلك بعد أن دمرت الحرب هناك أغلب مباني المدارس وأجبرت الأهالي على النزوح عن مناطقهم أطفال سوريا يدخلون عامهم الدراسي وسط أجواء الحرب فعودتهم إلى المدارس دلالة على الأمل الذي كان ينتظره الأطفال منذ نحو عامين رغم تزايد مخاوف أهليهم من إرسالهم إلى المدارس لأنها كلفت حياة بعض الأطفال وجعلت أخرين يخطرون بحياتهم لمجرد الذهاب إلى المدرسة الأولاد صاروا بشكل عدم بالنسبة للمدرسة ما بيستاذ يدرس نتخلقه على أمين يدرس والفكر كله بالقزايف بالقصف على هلأ تجيني قاسيفي وبعد هلأ تجيني قاسيفي وهذه الحكمة صارت بكل منطقتنا منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أعلنت أن أربعين بالمئة من أطفال سوريا خارج المدارس مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة تعرضت للتدمير أو لحقت بها أضرار وأيضا بحسب أرقام المنظمة الدولية يشكل الأطفال نحو نصف اللاجئين السوريين ولن تتمكن سوى نسبة متدنية منهم من ارتياد المدارس هذا العام وفي حين يسعى العالم إلى السيطرة على الأسلحة الكيميائية السورية والتي أودت بحياة مئة الأطفال في ضاحية الغطط الشرقية بدماشق يبقى مصير الطفل السوري مجهولا استشهر شاب فلسطيني في الثلاثينيات من عمره برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون في قطاع غزة وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على شخصين فلسطينيين إثر اقترابهما من السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل فوصيب أحدهما بطلق ناري بينما لاذا الآخر بالفرار وتشير الإحصائيات إلى أن الشهيد هو خامس شخص يقتله الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية في شهر نوفمبر من العام الماضي نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطانة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل السلطنة تقدم مجموعة من التحف والمشغولات اليدوية العمانية لتعرض في رواقها بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دار الأوبرا السلطانية مسقط واقع يلآم سلسط الخيال جلالة السلطان المعظم حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يقول ان هناك زخم دوليا لحل قضية سوريا والشرق الأوسط روسيا تشكك في قدرة جنيف 2 على جمع أطياف المعارضة السورية وخبراء دوليون يباشرون في دمشق مهمة التخلص من الأسلحة الكيميائية قدمت السلطنة مجموعة من التحف والمشغولات اليدوية الخشبية والفضية المصنوعة بأيدي حرفيين عمانيين لتزيين رواقها في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وقال الأمين العام للأمم المتحدة تانكيمون الذي رعى المناسبة بأن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الجوانب الفنية والتقافية بين المنظمة وسلطنة عمان حضر الحفل مع للوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله أضافت سلطنة عمان هدية جديدة زينت رواق سلطنة عمان في مبنى الأمم المتحدة هو هذا المكان تم تقديده وهو كما تشوف حرصنا أن يكون بمثابة اللوحة فنية بالنقش على الخشب وهو أيضا من مظاهر التقافة العمانية في تاريخها فحبينا أن نهدي هذه المشغولات المشغولات أيضا فضية وبرونزية كلها من التراث العماني من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته التي ألقاها خلال تسلمه الهدية كرم الشعب العماني وعراقة التراث والفن العمانيين واصفا رواق عمان أنه الأجمل من بين جميع الأروقة مشيدا بالدعم الذي تقدمه السلطنة فيما يخص التعليم والثقافة والتربية أشكر الشعب العماني والسلطان قابوس بن سعيد على هذه الهدية الكريمة التي تعبر عن عمق التراث والجمال العماني جدير بالذكر أن العلاقات المتينة التي تربط الأمم المتحدة بسلطنة عمان تعود إلى فترة طويلة هذا ما قاله بن كيمون في كلمته حينما أكد أن الأمم المتحدة مدينة للسلطنة وعلى رأسها السلطان قابوس بن سعيد الذي قال عنه بن كيمون إنه يقن له تقديرا شخصيا عميقا هدية جديدة تضاف إلى سجل الهدايا الكثيرة التي تزين رواق عمان هذا الرواق الذي قال عنه بن كيمون إنه أجمل الأروقة على الإطلاق لما يمثله من ثراء ثقافي وحضاري من رواق عمان مبنى الأمم المتحدة محمود رواشدة تلفزيون سلطنة عمان تفتتح السلطنة وجمهورية فرنسا في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري معرض عمان والبحر وذلك في المتحف الوطني الفرنسي البحري وسط العاصمة الفرنسية باريس تم الإعلان عن تفاصيل المعرض الذي ستستمر فعالياته حتى شهر يناير من العام المقبل خلال مؤتمر صحفي عقده مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية بمقر الوزارة العاصمة الفرنسية باريس ستكون محطة لاستضافة فعاليات معرض عمان والبحر الذي تنظمه وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية في السابع عشر من أكتوبر الحالي يأتي في إطار علاقات الصداقة والتعاون الثقافي بين السلطنة والجمهورية الفرنسية الصديقة باريس ربما هي الدولة الأكثر يعني أكبر دولة ربما أو أكبر عاصمة يزورها السباح من مختلف أنحاء العالم وبالتالي هناك بعد سياحي أيضا كبير من وراء مثل هذه المعارض هناك أبعاد تاريخية وفكرية وحضارية وإنسانية يعني رسالة مكوناتها كلها الرسالة الخير والسلام والتعاون والانفتاح على هذا العالم من حولنا المعرض يحكي ملامح من التاريخ البحري العماني ومروثاته وادواته لعبت دورا هاما في بناء الحضارة العمانية وتواصلها مع مختلف الثقافات والشعوب ومن بينها فرنسا كما يتناول معرض صلاة التاريخية بين السلطنة والجمهوري الفرنسية المبتدة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين عاما من خلال عرض مخطوطات وصور ورسومات لسفن تقليدية عمانية للرحالة الفرنسية الأدميرل فرانسوى أدمون باريس خلال زيارته للسلطنة عام 1838 للميلاد التاريخ العماني هو حقيقة تاريخ مرتبط بالبحر التاريخ العماني مولود بين حضان البحر والبحر كان بالنسبة لنا على مدى سبعة آلاف سنة جسر الذي تواصلت من خلال عمان مع بقية الشعوب العالم نسجت من خلاله علاقات تجارية وثقافية وعلاقات حضارية وتعددت ووصلت إلى أطراف مختلفة من العالم ولذلك هذا المعرض انتقاه العنوان والموضوع لم يكن صدفة الهدف منه كان إبراز هذا المنجز من خلال منظومة تفسيرية تنسجم مع تطور المنظومة المتحفية يتيح المعرض فرصة للجمهور الفرنسي والزوار لمشاهدة النماذج حية لبعض السفن التقليدية العمانية كالبدن والسمبوق وسفينة صحار وجوهارة مصقط ودور التجار العمانيين في تطوير التجارة البحرية ونشر الثقافة واكتساب المعرفة والانفتاح على الشعوب الأخرى وهو أمر أكد عليه سعدة السفير الفرنسي لدى السلطنة إيف أودان سعدة عمان مشهور أكتر وأكتر لدى الجمهور الفرنسي الآن وهذا المعرض مناسب لأنه يري ميزات التاريخ البديع لعمان للبحارة والتجار الأعماليين الذين ذهبوا حتى السين وحتى اليند وحتى إفريقيا الشقية وهذا قبل قرون 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 وبجانب التاريخ البحري سيحوي المعرض مقتنيات تراثية وقطع إثرية ومصنوعات يدوية وخرائط ومخطوطات أصلية تعرض لأول مرة في باريس إضافة إلى عرض أفلام وثائقية وإصدارات علمية وسلسلة من المحاضرات وصلت بعثة الحج العمانية اليوم إلى المدينة المنورة برئاسة الشيخ ناصر بن سليمان السابعي المدير العام للوعظ والإرشاد وكانت البعثة قد غادرت أرض السلطنة في وقت سابق اليوم وتضم في عضويتها وفدا من الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على المقاولين والوفد الطبي ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي والوفد الكشفي وستقوم بعثة الحج العمانية خلال وجودها في المدينة المنورة ومكة المكرمة بخدمة الحجاج العمانيين وغيرهم من حجاج بيت الله الحرام إضافة إلى تقديم خدماتها في الأماكن المقدسة الأخرى أثناء موسم الحج بهدف ربط البيئة الأكاديمية بسوق العمل وإبراز أفكار الطلبة في مجال تأسيس وإدارة الأعمال وتسويقها للمجتمع الخارجي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتتح مركز الأعمال بالكلية التقنية بنزوة تحت رعاية سعادة الدكتورة مونة بن سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني وتدريب المهاني المركز الذي جاء إنشاؤه ترجمة للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى توفير بيئة تعليم أكاديمي تلائم تطوير القدرات الذاتية لطلبة وطالبات الكلية المركز الأعمال يمثل يقسد أهمية كبيرة في محورين المحور الأول هو أن نقدر نقول أنه مختبر لطلاب الدراسات التجارية في نقل المعرفة إلى تطبيق العنصر الثاني المهم ويأتي أيضا في إطار اهتمام السلطنة بالمؤسسات الصغيرة والمنتوسطة في دعم الشباب الذين لديهم أفكار ممكن أن هذه الأفكار تتطور إلى مشروع تجاري مكونات المركز وتجهيزاته تمكن الطلبة من تنمية أفكارهم الريادية وتنمي لديهم روح الابتكار عبر الاستفادة من منظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز تعتبر كحضانة لنا في الكلية التقنية لازمنا طلاب بإمكاننا تبني مشاريع بإمكاننا تطويرنا مهارات من خلال هذه الحاضنة صناعة رواد الأعمال وتسويق المنتجات الابتكارية ودعم المشاريع الطلابية ستكون من أولويات المركز الذي يمثل نافذة للطلبة يطلون منها إلى بوابات مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلاله يكون طالب مهيئ طبعا لسوق العمل لأن هذا المركز يعطيه ترينينج تدريب وتعامل مع الشركات فيعرف إيش هو المطلوب في سوق العمل المؤسسات في مختلف المجالات التجارية والصناعية والتقنية حرصت على أن يكون لها منافذ بالمركز لدعم البرامج الطلابية وللاستفادة من خدمات المركز لإعادة هندسة وتحسين أنشطتها وأعمالها ومن المتوقع أن تخرج من أبواب هذا المركز أفكارا لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات طلبة وطالبات الكلية من مقر الكلية التقنية بولاية نزوة سعيد بنذيب الهنائي وننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل علي بن محمد صعر النشر الاقتصادية برعاية كابلات عمان الشركة الوطنية للعبارات أهلا بكم إلى أبرز أخبار المال والأعمال نبدأ كوموها من أبرز العنوي البنك المركزي العماني وافق على إجراء تعديل في القيود الرقابية على البنوك الإسلامية في السلطنة وافق مجلس محافظي البنك المركزي العماني اليوم على إجراء تعديل في بعض القيود الرقابية على البنوك الإسلامية بالإضافة إلى اعتماد الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الدراسي 2013-2014 كما اطلع المجلس على تقرير حول اختبارات الجهد للقطاع المصرفي للربع الثاني وللاطلاع على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 31 من أغسطس من هذا العام وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني في الفترة الأخيرة جاء ذلك في اجتماع المجلس براسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة معرضا استهلاكيا لصاحبات الأعمال يستمر لمدة خمسة أيام يهدف المعرض إلى تنشيط عملية التسويق والتعريف بالأنشطة التي تقوم بها صاحبات الأعمال كما أنه يعد نقطة الانطلاق نحو أفاق جديدة في مجال ريادة الأعمال ويجتمل المعرض على عدد من الأجنحة ضمت منتجات محلية أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عند مستوى 6640.86 نقطة منخفضا بذلك بنسبة 0.9% مقارنة بآخر جلسة تداول وبلغت قيمة التداول أكثر من 3 ملايين ريال عمني منخفضة بنسبة 62.69% وانخفض الصافي الاستثمار غير العمني بنسبة 1.57% ليصل إلى 51 ألف ريال عمني وبعيدا عن الشأن المحلي إلى الولايات المتحدة حيث شرع البيت الأبيض في تنفيذ خطة إغلاق منظم للمؤسسات الحكومية الأمريكية للمرة الأولى منذ 17 عاما وذلك نظرا لعدم موفقة الكونغرس على ميزانية السنة المالية للعام المقبل تطور لم يكن يتصور حدوثه يوما في الولايات المتحدة فقد بدأت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء غلقا جزئيا لبعض أنشطتها الحكومية للمرة الأولى منذ 17 عاما لافتقارها للتمويل جاء ذلك بعد فشل المشرعين في الكونغرس في تجاوز الخلاف المحتدم بينهم إزاء قانون عاجل للإنفاق قبيل الموعد النهائي في منتصف الليل واستمر التراشق بمشاريع القوانين المتنافسة بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى ليل الاثنين لكن الكونغرس تعثر بسبب محاولات الجمهورين استخدام مشروع قانون مؤقت للإنفاق من أجل تأجيل تطبيق قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما يلقي في النهاية كل طرف باللوم على الآخر إزاء تأزم الأوضاع وأثارت هذه الأزمة مخاوفة من احتمالية عدم قدرة الكونغرس على رفع سقف الدين الحكومي البالغ 16.7 مليار دولار قبل الموعد النهائي في منتصف أكتوبر الجاري ومن غير الواضح إلى متى سيستمر توقف الأنشطة الحكومية ولن تمس الفجوة التمويلية بعض الوظائف الحيوية مثل الأمن القومي لكنها ستؤدي إلى تخفيضات حادة في كثير من الهيئات التنظيمية وأجازات بدون أجل لما يصل إلى مليوم وظف في الحكومة الاتحادية الأمريكية ووفقا لمسح أجرته وكالة رايترز بالتعاون مع مؤسسة أبسوس على الأمريكيين حيال الأزمة الراهنة ألقت ربع النسبة المشاركة في المسح باللوم على الجمهوريين فيما أنحى 14% منهم باللائمة على الرئيس باراك أوباما ورأت نسبة 5% أن الديمقراطيين هم الملامون فيما ألقى السواد الأعظم منهم باللائمة على الجميع بنسبة 44% نهاية المجز الاقتصادي وعودة إلى الزملاء أحمد وهديل وبقية أخبار النشرة النشرة الاقتصادية برعاية كابلات عمان الشركة الوطنية للعبارات شكرا علي تكافح زنبوبيل المحافظة على أكبر قطعان للأفيال في أفريقيا على أراضيها وذلك بعد نفوق العشرات من الحيوانات الضخمة على أيدي أصابات العاج باستخدام مواد سامة تقضي على حياتها موت الفيلة في أفريقيا قابله حياة جديدة في آسيا ولكن لشبلين نادرين تفاصيل القصتين في التقرير التاري أربعة أسابيع حرجة مرت بها أكبر حديقة وطنية في زنبابوي بعد نفوق أكثر من ثمانين فيلا جراء التسمم بمادة السيانيد السامة وتتعرض الفيلة الأفريقية لحملات صيد باستخدام المادة السامة وذلك من أجل استفادة من الناب العاجي للفيلة الذي يعدد جودة عالية في صناعة الأفاث والأدوية غيرها الحياة البرية لدينا مهمة جدا ويجب المحافظة عليها وخاصة حياة الفيلة لأنها تشكل موجدا من الموارد الطبيعية المهمة في زنبابوي وأفدت السلطة بأنها اعتقلت في قضون الشهر الماضي ستة من الصيادين عندما قاموا بتسميم عدد من الفيلة في محمية هوانغ واستعادت 91 نابا عاجيا وأضبطت كميات من السيانيد وفخاخ من الأسلاك بعد مداهمات في قرى قريبة من المحمية وتعتبر زنبابوي موطن أكبر قطعان الأفيل في أفريقيا في حين تعمل الحكومة على إنعاش قطاع السياحة بما في ذلك الحياة البرية والذي يعاني من التراجع على مدى سنوات نفوق الفيلة في زنبابوي قبله ميلاد جديد لشبلين نادرين في إحدى حدائق كوريا الجنوبية حيث أنجبت لبوة شبلين أبيضين نادرين وبصحة جيدة وحرص العاملين في الحديقة على الاعتناء بالشبلين الجديدين وتوفير سبل الغذاء من أجل المحافظة على حياتهما ومحاولة تنشئتهم على أن تكون حياتهما مختلفة عن حياة الغاب في ختام نشرة الأخبار هذا تذكير بأبرز العنو جلالة السلطان المعظم حفظه الله يصدر مرسوما سلطانيا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الوزير المسؤول عن شؤون الخارجية يقول أن هناك زخم دوليا لحل قضية سوريا والشرق اللوسط روسيا تشكك في قدرة جنيف 2 على جمع أطياف المعارضة السورية وخبراء دوليون يباشرون في دمشق مهمة التخلص من الأسلحة الكيميائية نترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر